السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الثلاثاء 16 كانون الثاني يناير القمر اليوم موجود في برج الحوت ورح ينتقل في ساعة الصباح لبرج الحمل القمر رح ينتقل الساعة أربعة وثمانية وأربعين دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينيتش من برج الحوت لبرج الحمل ورح يظل موجود في برج الحمل لغاية الساعة ثمانية وأحد عشر دقيقة من صباح يوم الخميس لا ينتقل بعديها لبرج الثور القمر في منزلة الرشة الآن وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة أربعة وثمانية وأربعين دقيقة لا ينتقل بعديها لمنزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى وتقليم الأظافر وقص الشعر أيضا بما أن القمر موجود في برج الحوت لغاية ساعات الصباح معناته بتظل الناحية الروحية هي اللي بتلعب دور مهيمن في هذا الوقت منشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين منشكو ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة في اتخاذ القرارات البعض ممكن يتهرب من المسئولية أو من المواجهة والالتزام في بعض الأمور كثير من الخاسرين والفاشلين ممكن يعانوا من مشاكل في الحب ويديروا ظهورهم ويضرفوا الدموع بالإضافة إلى ذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب مرض أو التهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل هذا الوقت ممكن يعني يبدأ بعض الأشخاص بعلاقة حب جديدة يمكننا التأمل والصلاة والمشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير وزيارة المرضى وشراء كاميرا ومعدات فنية أو البدء بعمل فني بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة 12 و37 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيش بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار بتزيد من قوة الحدث تمنحنا خيال خصب ومثالية وإلهام والمواهب الفنية والميل للأحلام وقوة الحدث مما يجعلنا أنه نشعر شوي بالطمانين الداخلية وبتغلقنا ظروف مناسبة للعمل طبعا تأثير هذه الزاوية أسبوع قادم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 34 و32 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة 34 و32 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش ورح يستمر حتى تمام الساعة 4 و48 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش يعني تقريب أقل من 30 دقيقة لا يستقر القمر بعديها في برج الحمل هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 44 و40 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش القمر بنتقل وبيستقر في برج الحمل عشان هيك خلال فترة النهار بنشعر بأن أكثر نشاط في العمل أكثر تصميما أكثر استقلالية ممكن نبدأ بمشروع جديد ولكن من المرجح أنه تكون أفعلنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذرين على الطريق أثناء الحركة أو قيادة السيارات منلاحظ أيضا أنه خلال هذا الوقت ممكن نفقد صبرنا في تعاملنا مع الآخرين وهذا الشيء ممكن يؤدي بنا لمشاكل أو حجج يعني غير ضرورية إحنا منفقد دبلوماسيتنا بهاي الفترة وبتسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير برضو هاي الزاوية ولما بكون القمر موجود في برج الحمل يوصى بإجراء فحص للعيون إذا لزم الأمر وتعديل تسريحة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة التسعة وأربع دقائق صباحا بتوقيت جرينج بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع هاي الزاوية مصدر للتوتر وخصوصا للأشخاص اللي بيكونوا متعبين ومن زيادة الأحمال أو المسئوليات اللي ممكن أنها تعرضنا بسبب تشتيت الفكر للحوادث لا نحسن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة ثمانية وثلاثة عشر دقيقة مساءا بتوقيت جرينج تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمن كون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لإستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب تجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء وبتزيد من خيالنا وبتدفعنا لأقصى الحدود السلبي والعصبية بتسببنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أن نأخذ قسط من الراحة هذا التحول مضير جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية من الآن ولغاية ساعات الصباح عندنا القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الإندروفين اللي هو الهرمون المسكن للألام والميلاتونين اللي هو الهرمون المساعد على النوم هدولة اللي بيكون فيهم أكثر حساسية لغاية ساعات الصباح واللي ما لازم أن نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عندنا الرأس الأسنان اللسان العضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم هدولة الأعضاء بيصيروا من ساعات الصباح وطيلة النهار هي الأكثر حساسية اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وإذا شعرنا بشيء غير اعتيادي ان راجع الطبيب طبعا عمليات جراحية كبرى ما بنصح ولكن مراجع الطبيب أشياء مثل الأسنان يعني عصب أو أشياء معالجة بسيطة ما في أي مشكلة ولكن شيء جراحي ما بنصح بالنسبة لباقي أعضاء الجسم بفترة ما بعد خلو المسار أو ما قبل خلو المسار ما في أي مشاكل للعمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن ولكن يعني الجراحة زي ما حكينا مش بفترة خلو المسار غير فترة خلو المسار ما في أي مشاكل للجراحة التجميلية لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بما أن القمر رح يستقر في برج الحمل خلو المسار القادم بيبدأ يوم الخميس 18-1 بيبدأ في تمام الساعة 8 ودقيقتين صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 8 و11 دقيقة صباحا يعني مدة التسع دقائق تقريبا وبعدها بيستقر القمر في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره خمس أيام في تمام الساعة 8 وتسع دقائق صباحا بيصير ست أيام نسبة الإضاءة 35% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجديد حتى يوم 21 سعيد الآن بنسبة 70% في ساعات الصباح سعيد بنسبة 60% القمر في الحوت ورح ينتقل للحمل في ساعات الصباح ورح يضل في الحمل يوم 18-1 منتحس الآن بنسبة 70% ساعات الظهر منتحس بنسبة 40% ساعات المساء منتحس بنسبة 10% عطارة في الجديد حتى يوم 5-2 منتحس بنسبة 10% الزهرة في القاوس حتى يوم 23-1 منتحس بنسبة 10% المريخ في الجديد حتى يوم 13-2 سعيد بنسبة 60% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لمعوليد برج الحمل طبعا بيظل التعب مسيطر عليكم حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بتبدأوا فترة أفضل بتعيدلكم نشاطكم المفقود وهي فترة مثمرة وناجحة بتتم من خلال هذا اليوم مصالحة أو تقريب المسافات بين الأحبة حضورك اليوم مميز بتنشط وطيرة العمل وبتتسارع الأحداث أهمش أنك تنظم جدول أعمالك تفادي لأي تقصير برج الثور بالنسبة لمعوليد برج الثور بتنشطوا في ساعات الليل ولغاية ساعات الصباح بين الأصدقاء وبعلاقاتكم الاجتماعية أما من ساعات الصباح بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لا تراهنوا على أي نتيجة ولا توقعوا على ورق أو على عقد حاذروا من التراجع المعنوي حاذروا من الفوضى والتاخير والخيبة ولا تباشروا عمل جديد عشان معنى ما تمنى بالخيبة يعتبر هذه الفترة من أسوأ أيام الشهر بالنسبة لمعوليد برج الجوزاء من الآن ولغاية ساعات الصباح بتكونوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل أما من ساعات الصباح بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم فترة جيدة بتفتح أمامك أبواب التعارف والصداقات بتبدو مطمئن البال وبتظهر ليوني وبتتكيف مع المستجدات بيرتفع رصيدك الشعبي وبتكسب ثقة الآخرين بالنسبة لمعوليد برج السرطان من الآن ولغاية ساعات الصباح اللي بده يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد العجوى بظل فيها نوع من أنواع ما الرغبة بالتواصل مع أشخاص خارج البلاد أما من ساعات الصباح فهنا بدك تحاذر من مواقف مفاجئة للشريك أو الزميل بتطرأ تغييرات بتثير غضبك أو إشمئ زازك ممكن يكون فيه نوع من أنواع المواجهة في العمل بتزعجك وربما تشكو من تحديات فعشان هيك بدك تهدئ من روعك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد من الآن ولغاية ساعات الصباح تفحصوا حساب مشترك وامتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا في اتصال أو سفر بعيد وممكن تحضر لرحلة أو تنشط في مفاوضات وأبحاث وهاي فترة إيجابية ومثمرة تكثر أو بتسهل حركة التواصل مع الآخرين استغل كل الفرص لإنجاح أعمالك بالنسبة لموليد برج العذراء من الآن ولغاية ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم أما من ساعات الصباح ونبتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة لا تهملوا وضع صحي أو قانوني خلال هذا اليوم ممكن تكون هدف سهل لمشاكل إدارية أو قانونية أو مالية وإحرص على التفاصيل بانتظارك أحداث مهمة مصيرية ممكن تنقلك من مرحلة لمرحلة أخرى برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح واصلوا أعمالك اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبادروا لعمل جديد أما من ساعات الصباح بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن طبعكم حادة وممكن أن كثير تحفظ وردت فعل سلبية عليك تجنب المشاكل قدم بعض التنازلات إذا دعت الحاجة لذلك وابحث عن التوازن والاعتدال بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتظل العاطف قوي لديكم وبيميلوا أحبائكم للتجاوب معكم لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح بتكن تنتبهوا لصحتكم بتلازمك الواجبات منذ الصباح الباكر وبترافقك مشاعر مختلفة معظمها قلق نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير أو تأخير ولا تهمل صحتك ولا الواجبات اتجاه الأحبة برج القوس بالنسبة لعموليد برج القوس طبعا الجنب وإدخال أي تغيير جذري على مسكنكم من الآن ولغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم هذا اليوم بيقدم لك فرصة مناسبة للمصالحة والتسوي وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالي وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا عالي جدا برج الجدي بالنسبة للموليد برج الجدي اللي بدو يتقدم لا امتحان بدو يركز بشكل جيد من الآن ولغاية ساعات الصباح وما يعتمد على الحضوض نهائيا شوي في عندك نوع من أنواع تقلب المزاج حاول تسيطر عليه أما من ساعات الصباح بتفضل الأجواء البيتية والعائلية شوي ممكن تكونوا عدوانيين وهذا الشيء ممكن بسبب مزاجك ممكن يشكل لك خلاف أو سوء تفاهم كما أنه عليك الحذر أثناء السفر والتنقلات وقيادة السيارات برج الدلو بالنسبة للموليد برج الدلو طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة وحاولوا أنكوا تخففوا من النفقات أما من ساعات الصباح بتكثر لديكم الاتصالات والتنقلات ومن المحتمل أنه يعاني البعض منكم لبعض المشاكل أو نزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل أو الزوج لا أسباب بتعود للأمور المالية أهم شيء أنه عليك أنك تتجنب التبذير برج الحوت بالنسبة للموليد برج الحوت طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح عندكم نشاط مع هيك حاولوا أنكم ما تبادروا لأي عمل جديد بل وصلوا ما بدأتم به من قبل أما من ساعات الصباح بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم لكن بيكون مزاجكم سيء وبتكونوا قليلي الصبر وهذا الشيء ممكن يسبب لكم نزاعات مع محيطكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكراً للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر